زي ما انت عايز اه ايه رأيك في الاهلي الاهلي ما عمرت القرى لانطبعاتك الاولى زي ما نقول الانطبعات ما بقولش رأيك في المدرب بس بقول الانطبعات الاولى انا زي ما انا قلتلك انا مع كلامك جدا اللي انت قلته في الانترو بتاعك ان هو في حاجة كويسة يعني في حاجة كويسة رجع شخصية الالي شوية ان انت ما بتدفعش بقى بتقالت الدفندرات والجو اللي احنا كنا بنشوفه و مع الفترة اللي فاتت لكن أنا عايز أقولك على حاجة بس عشان أنا أنا عن نفسي ما بحبش يتصدرلي كلام ويصدقه يعني الآله ما راحش قبل كده عاصل خالص يعني قبل ما يقوله ما كنتش داعي راح خالص خالص احنا الحياة كده الدنيا ربنا عاملها كده يعني ما فيش حد بيفضل في التوب على طول وفيش حد بيفضل تحت على طول الآله ما بلعبش نفسه انتو ليه مستخصرين في الفرق التانية انها تاخد بطولة بجد ليه مستخصرين في الزمالك مثلا نواق بطولة ليه مستخصرين في برامدس فأيا كان هو مش حكر على الأهلي لا بس هو بطبيعة الحل مشجع الأهلي عايز الأهلي ياخد كله بطولة لا لا أنا بكلمش على مشجعين الأهلي أنا بتكلم على التصدير اللي صدروه للجمهيد الأهلي وللناس اللي هي البسيطة اللي دايما بتسمع قوي بس لجمهور الأهلي هاول مكتش مبسوطة كابتر لا عشان من كتر الكلام مش عشان الأداء كان مش قريص من كتر الكلام أصلا أنت لما تطلع تتكلم تقول هو إيه اللي حصل في الأهلي أنا عايزة أعرف إيه اللي حصل في الأهلي الأهلي واخد تلتين أفريقيا وارباعد واخد تلت كاسعالم أندية إيه المشكلة لأن احنا خسرنا دوري مرتين إيه المشكلة انت واخد وكاس يعني بالمقييس انت في حتة تانية خالص 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 فطبيعي جدا أنت حصل لك شوية كده تريح شوية تفوق شوية تجدد شوية تبدأ تشوف عيوبك شوية ما أنت لو ما حصلش أرصى ليك عمرك ما تشوف أنت فين لازم تشوف أنت فين من خلال اللوقعات اللي بتقعها فالأهلي طبيعي جدا و سنة الحياة أصلا كده يعني الحياة بتاعتنا كده يعني هو الأهلي السنة اللي فاتت كان كويس ولا مش كويس الأهلي السنة اللي فاتت لولو الظلم التحكيمي البين اللي كان عن ناد الأهلي كان هيبقى عادي جدا وممكن تبقت نفسه ممكن تاخد الدور والسنة اللي قبل اللي فاتت لولو الظلم التحكيمي البين اللي كان عن ناد الأهلي كان ممكن ناد الأهلي ياخد البطولة بس أنت مثلا الأهلي مع بيتسو مسلماني في الفتاة اللي أخيرا كنت شايف مستوى كويس أنا بتكلم بصرف النظر لا لا أنا معي بصرف النظر لا لا كنا حشين جدا طب مع سوارش كان كويس سوارش أنا متعاطف معه شوية أنا متعاطف مع الراجل ده شوية أو شويات لأن سوارش ملعبش بقمشة الأهلي أصلا حتى الـ 30% منها سوارش لعب بالناشئين وقال أنه هو هيحضر أو كان فيه اتفاق أو أي أن كان اللي حصل أنه هو هيحضر الفترة اللي بعد كده ونراح اللعيبة الكبار وكده فالراجل ملعبش يعني مخدش فرصة حقيقية عشان أحكم عليه لكن الحقه يقال هو برضو ما كانش فيه بوادر أمل فنية أو أنا شفتها فيه في الملعب لكن عشان أحكم عليه لا أنا ما حكمش عليه برضو بالأماشة اللي كانت معاه مع كل احترامي طبعا لكل عيبة لكن أنا أتكلم عن النجوم واللعيبة اللي بتشيلك واللعيبة اللي أنت جيت أنت كنت تلعب بتندي في اندارات صغيرين صحيح بالرغم من كده قدوا معاها وقدوا مبارات كبيرة جدا جدا فخري أنا أتكلم على فخري وميده نبيل تحديدا فعشان أحكم على سوارش لا الموضوع بقى صعب جدا لأنه أقول لك ما لعبش بـ 30% أو 20% حتى من قمشة الأهلي طيب همش معك واحدة واحدة طبعا الكلام أنه الأهلي تعرض لزرم تحكيمي عادة الفريق اللي بيخسر بيشوف الكسة دي عادة أي فريق في العالم مش بس الأهلي أوكي الكلام ده بالمناسبة يعني وأقوله بصراحة ينطبق على الأهلي أو عز زمالك طبعا إسماعيل لما بيخسر بيبقى عنده مشكلة مع التحكيم طبعا ريال المدينة لما بيخسر بيبقى عنده مشكلة مع التحكيم طبعا كنت شايفه أنه فريق يعني قوي في أفضل حواله ولا كان عنده ظروف زي مثلا هبوط اليقاء البدنية طبعا بسبب ضغط المباريات إصابات كثيرة في الفريق بعض الأخطاء الفنية من الأجهزة الفنية سواء موسمانية أو السوارش مش دي كلها عوامل خالة الأهلي الموسمين اللي فقط ممكن يكون بيخسر خلينا أقولك أنت كلامك منطقي بشكل كبير لكن أنا من نوع اللي أنا دايما مصدق نفسي أنا بشوفه وبعد عائلها كده أنا كنت مدرب في سراميكا طبعا أنا شوفت بعيني أنا شوفت بعيني وسمعت بوداني خبرت مffect لا ما رأي أنفع انفع لك أن أم 갖 switch سمعت لكن أنا شوفت ظلمة حكيمة يبين بيّن بيّن يعني و الأشخاص كلها تكلمت علي المواقف اللي شفناتها أنا و أنا في سراميكا إنه بتكلم و أنا في سراميكا بتكلم اننا حالاتك هي كثيرة جدا يا كريم أنت بتشوفها و كل الناس بتشوفها لا ما ينفعش يعني ما ينفعش الفار نفسه ما قولنا احنا عامين الفار ليه اصلا ما يعني الفار ده بيرجعلك الكرة مرة و 2 و 3 و 4 بنوعد فيها 10 دقايق ما ينفعش تبقى حاجة كل الناس شايفها وانت تشوفها بحتة تانية عشان كده بقولك لا الموضوع كان صعب وكان فيه ظلم تحكيمي تبين وانا اتحمل مسؤولية كلامي 100%